سيناريوهات برضو ممكن يعني النقطة دي تتحط في الاعتبار فنظرتنا لأمور تختلف ممكن يبقى الراجل مش وصله انه جمهور الكرة في مصر وهو المنتخب رايح بالتشكيلة دي في بطولة زي بطولة كاس العرب ممكن راجل يبقى مش وصله انه يعني انه جمهور مش فارق معاه يعني سيبوني ألعب واجرب واشوف لعيبة هنا واجرب الخطة وغير مراكز وبرحتي والنتائج محدش هيحسبني عليها ومش وصله صورة انه المنتخب قاعد يحسب على كل لقطة وكل كرة وكل ماتش وعايز يفوز بالبطولة دي ده احتمال وارد الاحتمال التاني هو انه الراجل ما بيلاقيش حد يكلمه او يوجهه او هو مش مدي لحد مساحة انه يتناقش معاه او يخترح عليه او يصخح له حاجة ممكن تبقى غلط السيناريوهات دي برضو ممكن توصلنا للنتيجة اللي احنا شايفنا قدامنا متفق مع السيناريوهات دي متفق مع الجزء التاني انه هو ما بيديش حد فرصة انه هو يصحح له المعلومات او لان انت مدرب غريب عن الدور المصري ما لكش اي خبرة في الكرة المصرية عموما ما تعرفش اللعيبة دي اللعيبة دي بتتعامل معها الاول مرة فشوفنا النهاردة حتى الاختيارات القايمة لو شوفنا ان انت محتاج حد يغير لك شكل الهجومي بسيط بره على الاختيارات كان في لعيبة ممكن انا في رأي شخص حسين الشاحات كان لازم يبقى موجود في بطولة زي دي وكان لازم ياخد فرصة خصوصا انه في الفترة الفاتح كان متعلق مع النادي الاهلي وهو العيب عنده خبرات البطولات المجمعة وخبرة المنتخب المصري فكان لازم يبقى موجود شوفنا حتى هو لجأ لما كان بيتكلم نادر على محمد شريف جنيح هو عدل خطته في المباراة وحتى محمد شريف رأس حربة وفضله على مراهن حمدي لما لقى ان محمد شريف في الحتة دي هو بعيد جدا عن منطقة الجزائي بعيد جدا عن منطقة الخطورة فهو لحد الوقت لسه بيجرب ولو اتكلمنا عن هو مطلوب منه ايه ما برضو المدرب اللي جاي هل الطلب منه ايه هل البطولة العربية بالنسبة له بطولة مجرد بطولة تحضيرية لكاس الأمم ومباراة التصفيات كاس العالم ولا هي بطولة مطالبين فيها باللقب وخصوصا ان اللقب فيه خمسة مليون دولار فانت بتتكلم في بطولة معترف بيها من قبل الفيفا بتقدم لك مبلغ مكافأة مالية كبيرة جدا والمنتخبات حتى المنافسة ليك انت مرشح عليها بشكل كبير جدا منتخب مصر يمكن من مرشحين الأوائل لحصد اللقب فانت هو الاتحاد المصري طلب منه ايه وكمال لو كنا بنتكلم في حتة المشروع المستقبلي دايما عندنا المدربين في الفترة اللي فات دي كان مدرب بييجي بالقطعة المدرب اللي بييجي بيضرب منتخب مصر في بطولة الأمم مدرب بييجي بيضرب منتخب مصر في تصفات كسعالم فما كانش فيه مشروع جاي مدرب من البداية بطالب منه ان هو يكون جيل للكرة المصرية يبقى هو الأساس والعماد للمستقبل القادم للكرة المصرية تقدر تحاسبه بعد 3 سنوات بعد 4 سنوات وغير ذو دي